بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله كيفكم عساكم بخير اليوم لح نحكي عن كيف تحمي حالك من الروابط اللي بتوصلك بالواتس أب الفيسبوك بأي مكان حتى الرابط موجود على الانترنت كيف تحمي حالك ما يكون فيه أي إشكال طبعا اليوم لح نتحدث عن هذا الموقع اللي بيساعدنا بهذا الأمر واللي هو بيحصنا هاي الروابط أو هاي الملفات اللي وصلتنا إذا هي آمنة أو غير آمنة لأنه في حال كان الرابط غير آمن ممكن يكون محمل بفيروس أو محمل بتطبيقات خبيثة تدخل على الجهاز وتصير بتأرسل الداة اللي موجودة عندك لبياناتك لجهات معينة بيستفيدوا منها فنحن كيف بدنا ما نوصل لهذه الدرجة بالطريقة التالية طبعا الرابط الموقع اللي اسمه فيروس توتل اللي حطه بالوصف إن شاء الله وقبل ما أكمل الفيديو كيفية الاستخدام لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهة لليوصلكم كل شي جديد واللايك وإذا عنكن أي سؤال التعليقات وعلى بركة الله من بلش طبعا الرابط اللي بيجينا على الواتساب على أي وسيلة التواصل بس مننسخه بدون ما ندخل عليه ما ندخل على الرابط ننسخ الرابط ونجي على هذا الموقع ونفوت لعند URL ونحط هذا الرابط مثلا لحط هذا الرابط أنا ويقول له سيرش بطلع ضمن هاللون هل في شي محطوط عليه X أحمر وعن يقول له إنه فيه إشكال طبعا كل هاللون برامج أنتي فيروس ومشهورين عالميا بيقدر يفحص هذا الموقع عليهم ويعطيك النتيجة مباشرة بها السرعة تمام ففي حال أي واحد من هاللون يعطي الرابط المرسل إليك فيه إشكال ثاني طريقة واللي هي مهمة طبعا يعني اللي بتأكد إنه الرابط محمي ولا مو محمي إذا بتلاحظوا الرابط اللي حطيته أنا اللي حرجع ألسقه هون لفرجي لكم بدايته HTTPS هذا يعني نوعية عالية من الحماية أفضل من HTTPS لأنه ما محمي هادلاك طبعا حتى هاد ممكن يكون فيه فيروس لكن هذا أكثر أمانا من هادلاك الآن الشيء الثاني اللي موجود بالموقع واللازم نحكي عنه هو الفايل بس ندخل على الخانة تبع الفايل منلاحظ أنه فينا نختار تشوز فايل نختار من الجهاز أي فايل بدنا ياه طبعا من هاي في نختار من مدير الملفات في نختار من غالوري في ما فيه إشكال ويفحص لنا ياه بعد ما يرفعوا ويفحصوا بإلاك إذا فيه إشكال أو لا طبعا الحجم الأكبر 650 ميجا أكثر من 650 ميجا ما بيقدر يرفع الموقع ما فيك ترفع ملفات أكثر من هالحجم اللي يفحص لك ياها وإن شاء الله يكون الشرح مفيد لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا